السلام عليكم سلسلة لعاب Animal Crossing فيها قوانين كثيرة وفي أشياء ما تعلمك عنها اللعبة في هذا الفيديو نعطيكم 25 نصيحة تخلي من تجربتكم أمتع وأسهل في لعبة Animal Crossing New Horizon سلسلة نصائح Animal Crossing New Horizon بدناها على صفحات التواصل الاجتماعي حقتنا وانتشرت وحبينا نعطيكم أكثر بشكل مفصل هنا على اليوتيوب النصيحة الأولى لما تسوي مشروع DIY اضغط A وهذا بيسرع من الانميشن حق تصنيع الأغراض رح تسوي أغراض واجد في هذه اللعبة فدائما سرع العملية هذه حتى تختصر الوقت النصيحة الثانية تبي تغير شكلك ولا تصميم اللي سويته في البداية ما عجبك؟ سوي كرافت إلى مراية وحطها داخل بيتك وبعدين ناظر المراية ورح توفر لك الخيار في تعديل شكل شخصيتك من الشعر إلى الملامح هذا غير بأنه رح تجيك قصات شعر أكثر النصيحة الثالثة كل يوم في جزيرتك رح تحصل مكان يلمع بشكل ذهبي احفر هذا المكان وبتجيك ألف بل تقدر تدفنها مرة ثانية حتى تطلع لك شجرة تنبت لك فلوس إذا زرعت ألف تجيك ثلاث ألاف وإذا زرعت عشر ألاف بيجيك ثلاثين ألف وإذا عند بطران وما عندك مشكلة في المجازفة تقدر تحط تسعة وتسعين ألف وينبت لك ميتين وسبعة وتسعين ألف لكن في احتمالية ما يجيك إلى ثلاثين ألف فأنت وحظك النصيحة الرابعة لما تجي يتهز الأشجار خلق ماسك شبكة لأنه مرات يطلع لك دبور ولما يطلع سيدة على طول لأنك تقدر تبيعها بسعر مرة غالي هذا غير أن بعض الأشجار لما تهزها يطلع لك أنواع حشرة جديدة النصيحة الخامسة هز كل الأشجار اللي عندك ولا تخلي واحدة منهم لأنك بتستفيد من تجميع أرصان الشجر ومرات يطلع لك فلوس وفي بعض الأحيان أثاث النصيحة السادسة لا عمرك تخلي غاليفر نائم بين الفترة والثانية بتحصل النورس نائم عند البحر ولما تكلمه مرة واحدة بيعطيك رد ويرجع ينام اقعد صجه وكلمه وكلمه حتى يقوم من النوم وبعدين بيطلب منك تجمع خمس قطع الجوالة جمعها له ورح يعطيك شيء ثمين النصيحة السابعة احرص أنك تشتري بوكت ارغانيزيشن قايد بأبكر وقت هذا الشيء رح يوسع من عدد الخانات اللي تخليك تشيل أشياء ورح تحصلها عند الصرافة الموجودة حول توم نوك فيه توسيعين واحدة بتجيك في بداية اللعبة والثانية لما تتقدم ويصير عندك خمس سكان في الجزيرة النصيحة الثامنة افتح جوالك في اللعبة ورح الخيار الكريتربيديا وهذا يبين لك كل الحشرات والسمك اللي جمعته لما تحدد على أحدهم بيطلع لك جنب اسمه صورة بومة هذا يعني انك تبرعت بهذا النوع عند المتحف شيك على النوع اللي ما تبرعت فيه ورح تبرع فيه لأن المتحف مهم في رفع عدد نجوم جزيرتك النصيحة التاسعة فيها قونفو اذا تجيك تبيع ملابس بعد ما تفتح البقالة حق تامي وتيمي اذا شريت منها بحدود خمسالاف بيل في أيام مختلفة رح تفتح عندك محل ملابس رسمي ببضاعة أكثر النصيحة العاشرة الحفرة اللي تحفرها تقدر تسدها برزلك اذا ضغطت زر الواي النصيحة داعش أنت في بداية اللعبة وما عندك مساحة كفية في جيبك بسيطة حط الأشياء بره الجزيرة وما راح تروح منك خاصة الحشرات والسمك نصيحة الثنعش سوي مزارع فواكه في بداية اللعبة رح يكون عندك نوع فاكهة واحد لكن سافر لجزر ثانية ولا رح لجزر أخوياك وخذ فواكههم ولا تبيعها على طول ازراعها عندك وكذا بيصير عندك سيولة كاش كل يوم لأنك بتقدر تحصد الثمار اللي جرعتها النصيحة ثلاثة عشر كل يوم أحد من الصباح حتى ثناثة الظهرة تجيك بياعة تبيع لك فجل بسعر ثابت اشتر كل الفجل اللي تقدر عليه وبعدين شيك على أسعار البيع في جزيرتك كل يوم السعر بتغير ولا تحصر نفسك على جزيرتك بس شيك على أسعار جزر أخوياك لأنه ممكن السعر يكون عندهم أغلى وكذا تقدر أنت تدخل ربحا كثر لما تبيعهم المهم أحرص أنك تبيعهم قبل ما يجيهم الأحد مرة ثانية لأنه إذا مر أسبوع الفجل خرب ولازم تشتري فجل جديد النصيحة 14 الفجل إذا خرب لا ترميه خله بره في الجزيرة وريحتها المعثنة بتجيب لك حشرات جديدة النصيحة 15 الديباد أو الأسهم لو ما تضغط يمين أو يسار رح تبدل بين الأدوات وتقدر تحط لها ترتيب معين إذا فتحت القائمة اللي فيها الأغراض حقتك حجد على الأداء المعينة ورص A وصار الآن يمديك ترتب الأغراض اللي في جيبك أمسك كل واحدة منهم وحط كل الأدوات اللي تريد تستعملهم أكثر شي حول بعض النصيحة 16 كل يوم على البحر رح تلقى قارورة فيها وصفات بناء جديدة فحاول تفر الشاطئ كل يوم حتى تأخذ هذه الوصفات وخليك مركز على الصوت لأنك رح تسمع صوت رياح وهذا يعني فيه باللونة في الهواء فرح فجرها بالنبيطة حتى تأخذ الهدايا النصيحة 17 بعد ما يكون عندك خمس سكان في الجزيرة وحيجونك زوار أكثر فيه بياعين وبعضهم شخصيات يجمعون الحشرات والسمك الشخصيات اللي تحب تجمع الحشرات والسمك لما يزورونك رح يشترونها منك بسعر مرة مرتفع فخزل لهم سمك وحشرات حتى تكسب فلوس أكثر هذه الشخصيات اسمهم سي جاي وفلك النصيحة 18 أصنع زبائل ووزعها حول جزيرتك لأنك تقدر تستعملها كمخزن تحط فيها الأشياء حتى تفضي جيبك بسرعة النصيحة 19 لما تكلم الشخصيات اللي في جزيرتك ويقولون كلمة كيلير سكاي ناظر في السماء ورح تشوف شهب وأول ما تشوف شهاب اضغط A اليوم اللي بعده بتشوف نجوم في الشاطئ جمعها ورح تسوي عصر سحرية النصيحة 20 الكلام في اللعبة كثير إذا كان مزعجك رص على زر B وكل المحادثات رح تحدي بشكل أسرع النصيحة 21 لما تمطر في جزيرتك أحرص على سيد السمك في البحر لأنه بيطلع لك أنواع جديدة وبرضو الحصيان بيكون فوقها حلزون فانتهز الفرصة وصد أنواع سمك جديدة والحلزون النصيحة 22 قص بعض الأشجار وخلهم كجذع ورح تحصل فوقهم حشرات مرات لما تمشي بتسمع صوت حشرة مزعج قرب للمكان حتى الصوت يكون مرة عالي وحفر حفرة وتطلع لك حشرة أيضا اترك الفواكع على الأرض وبتشوف بعض الحشرات وطبعا ازرع الزهور والورود وبتحصل فوق الحشرات برضو النصيحة 23 جمعوا كل الأعشاب على الجزيرة لأنها راح تمنع من سقوط بعض الأشياء على الأرض وبتدفها النصيحة 24 في قائمة الكرافتينج بتلاحظون علامات في الجزء اليمين من كل غرض علامة الصدوق تعني إنها موجودة في مخزن بيتك علامة الكيسة هذه تعني إنها موجودة في جيبك النصيحة 25 إذا كنت محتاج فلوس مرة لا تبيع الموارد لكن صنع أثاث ولا أشياء مختلفة في طاولة الكرافتينج وهذا دائما تجيبك فلوس أكثر من المواد الخام نفسها وهذه كانت 25 نصيحة لأنما الكراسينج نوها رايزنز نتمنى هنا تكون فاداتكم وسهلت عليكم اللعبة إذا حابين تشوفون نصائح أكثر للعبة لا تنسوا تدعمونا باللايك والنشر كان معكم نواف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة